مرحبا بكم في النشاء الجوية على قناتكم قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر بعض الأمطار الخفيفة مرتقبة على شمس حتى على منطقة الواحات ومنطقة بشر ودرجة الحاطب قديمة في المعدل الفصلي ونرتق بحوالي 42 درجة كأعلى نقياس تسجلوها على منطقة لغوات تلحق حتى 47 درجة على الولايات الجنوبية شوفوا تفاصيل مشاهدينا بدأوا بصورة القمر الاصطناعي تضحنا في الصورة بعد سحب العبارة تكون راعدة أحيانا تخص على المناطق الداخلية الهضاب العليا والأوراسي بقى الحاسافة على معظم الولايات الجنوبية إذا مشاهدينا الريح إن شاء الله ما يتعدش 25 كيلومتر في السعادة على المناطق الشمالية يلحق حتى 30 على المناطق الجنوبية للوطن إذا مشاهدينا أقول لكم بارك باليوم قد جاءت للصبح ردوا بالهم في طريق الحوغير بالعقل حيكون دباب خفيفة خص السواحل الوطنية الغربية الوسطة والشرقية مع بعض السحب ستكون بلا فعالية على هموم كي بداية لعنها إن شاء الله ستطلع شميسة يبقى الحاسفة شوية مغيمة على المناطق الداخلية الهضاب العليا والأوراس حالتان يكون مغيمة على منطقة بشر على شمال الصحراء وعلى منطقة الوحات يبقى الحاسفة على الجنوب الغربي على الصحراء الوسطة على صحراء التزروف حتى على أقصى الجنوب على مرتفعة الأهقر والتسلي وعلى الجنوب الشرقي ويكون تطير للرمال هذا على المناطق الداخلية الشرقية للوطن. درجة الحرارة اللي نسجل إن شاء الله مع صباح ومع الفجر راح تلحق إلى حوالي 19 درجة كأدنة من قياس. تسجلوا إن شاء الله على تلمسان مغنيا ضرومة والرمشي تلحق إلى حوالي 24 درجة بالجزائر العاصمة. تيب بازا شرشال جي جلسكي كدو عنا بـ 20 درجة على وهران ومستغانم تلحق إلى حوالي 22 درجة على برج بوريري جسطيف العلماء. عين والمان وقسنتينة والخروب. 31 درجة على عين. 32 درجة على أدرى الروتينة. 26 درجة على إليزي جانة. دبداب وعينة من ناس. وفي حدود 28 درجة على أقصى الجنوب. عين قزام. عينة زواء. وتين زواء تين. ما لشي إن شاء الله سيروح هذا الضباب لتشكل على السواحل الوطنية. على ومم تكون كين شميسة ويكون حشباب يخص معظم السواحل الوطنية. الحال على الولايات الداخلية سيكون شوية مغيمة تشكل سحب رعدية. تني احتمال أنها تكون مرفوقة ببعض الأمطار المتفرقة. هذا على جوية سمسيلت. خميستي. لمدية شلالة العداورة. قصر البخاري. تيارة وفرندة. حتى على المناطق الداخلية الشرقية والأوراس. كما نشوف على جوية باتنا. بريكة. مروانة. خنشلة. وأم البواقي. وقلمة. وسقهراس. على ومم يبقى الحال تاني شوية مغيمة على منطقة بشار. حتى على غردايا. زلفانة المنيعة. وعلى منطقة ألواحات. ستكون إن شاء الله أمطار متفرقة إن شاء الله. وتكون خفيفة إن شاء الله. هذا على جوية بشار. كما قلت لكم. حتى على غردايا زلفانة. ومنطقة ألواحات. تتشكل سحب على أقصى الجنوب. كما نشوف في الصورة. على عين قزام عينة زاوة. حتى اللي حقوا صحر أتزروف. على أدارة يميمون. على أمومة السحب هذه ستكون بلا فعالية. يعني ستمدنا أمطار. يبقى الحال صافية على الجنوب الغربي. حتى على صحراء الوسطى. على عين صالح. وعلى الجنوب الشرقي. حتى على منطقة إليزي جانات. كما نشوفه في الصورة. يكون تطاير للرمال. على منطقة ألواحات. على جوية هواتسوف ورق. لو تقرته. حتى على المناطق الداخلية الشرقية للوطن. يعني نحن نضغ بار خفيف. درجة الحرارة. سجلوها إن شاء الله. تلحق حتى 32 درجة. هذا كأعلى مقياس على الولايات الشمالية. سجلوها على منطقة لغواط وأفلو. تلحق 34 درجة. على البيض نعامة ومشيرية. 33 درجة. على تيزي وزن سجلوها تاني. على البويرا وعين بسام وصور الغزلان. 32 درجة. على قسنطين الخروب وكذلك الصيف العلم وعين والمن. نرتقب في حدوث 30 درجة. على جي جلسكي. كذا نابة تيشي. مع نسبة رطبة. حتكون معتبارات. منحة تخلي الأجواء خانقة وتقيلة. نوعا ما. 31 درجة بالجزائر العاصمة. تيبازا شرشال. 32 درجة. على وران. مستغان. منطف راوي. 33 درجة. على تلمسان مغنيا. درومة. نرتقب في حدوث 47 درجة. طبعا هذا كأعلى من قياس. سنسجلوها على الولايات الجنوبية. نسجلوها على تين دوف. سجلوها تاني. على صحر تزروف. على أدرارة ميمون وتيمياوين. تلحق الحوالي 44 درجة. على إليزي جانة. تغردايا. زلفانة. نالمنيعة. كما نشوفوه. على الخط الرابط بين بشار القناتسا. وبن عباس. حتى على منطقة ورغلا. وتقورد. وفي حدوث 43 درجة. على أقصى الجنوب. على عين. 22 درجة. ونرتقب في حدوث 36 درجة. على تمن راستو إنغرل. خفنا سيادين. نقول لكم. بلير. بحر. إن شاء الله. نار 3. سيكون من هذه إلى قليل إطراب على السواحل الغربية. على السواحل وسطة. البحر سيكون من قليل إطراب إلى مطارب. ويكون مطارب على السواحل الشرقية. البحر على السواحل الشرقية للوطن. البحر سيكون من شرقي إلى شمال غربي. فيما يخص علول الأمواج. حيالحق إلى حوالي متر على السواحل الغربية. ومتر الداش. زوج مترات على السواحل الوسطة والشرقية. على عموم الرؤية مع صفح. بركة ستكون متوسطة. بعد تبدأ تسجم غير بالعقل. كيف بداية لعنهار. إذا مجاهدين. قبل من ختم شرطنا الجوية. نحو الولاية من ولاية بلدنا. اليوم نروح إلى ولاية البوليدة. مدينة الورود. نهار 3 والاربعة والخميس. إن شاء الله. الحر سيكون شباب. درجة الحياة تلحق إلى حوالي 32 درجة. نسبة الرطوبة فيها ستكون طالعة شوية. تلحق حتى 95 بالمئة. ستخلي الأجواء تقيلة نوعا ما. الريح ما يتعداش 25 كيلومتر في الساعة. على عموم الحر سيكون شباب يروح يزور الولاية. خصوصا أنا في عطلة. إذن مشاهدين اختموا نشرتنا كل عادة بورقة المعلومات الفلكيات. وضحنا شروق وغروب الشمس. لتخص الجزائر العاصمة. وبعض من ولايات الوطن. شروق إن شاء الله. نتلح تبليل جزائر العاصمة. سيكون على 45 دقيقة. والغروب إن شاء الله سيكون على 8 أبيل. شكرا لكم على المتابعة. طبط وقتكم. سلام عليكم.